ناس كتير مننا بيحبوا العربيات وبيفهموا فيها كويس جداً بس فيه ناس تانية زي حالتي كده كل علاقتها بالعربية هي السواء أو بس وطبعاً ده ساعات كتير بيحطوهم في مواقف صعبة جداً زي مثلاً أن العربية تعطل منه فجأة ويبقى مش عارف يتعامل معه خالص أو حتى أنه يبقى مش عارف إيه إمكانيات عربيته بالزبط عشان كده إحنا معنا النهاردة ديف مميز جداً بدأ حياته كمهندس مدني ولكنه بعد كده اتخصص في صناعة المحتوى الخاص بالسيارات وبيعمل فيديوز بتقدم معلومات ونصايح بتساعدك تفهم عربيتك أكتر وتحافظ عليها إزاي وتختار إزاي كمان العربية المناسبة لك منوّرنا في الستوديو باسم البحكيري إزايك يا باسم إزايك رهيوم أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام كله مام أول حاجة عايزة عرفها منك الكارير شفت اللي حصل من مهندس مدني لصانع محتوى عن السيارات على السوشيال ميدي بصي إحنا لو هنبدأ الحدوثة من الأول أنا مهندس مدني خارج هندسة المنصورة دفعة 2014 مدني بتأخر صناعة التشتبات وحاجات زي كده دخلت الجيش كان لياه الشرف طبعاً أنا أساهم في مشروع طريق جبل الجلالة المشروع العملاق اللي قوات المسلحة نفذته بعد ما خلصت الجيش اشتغلت في شركة مقاولات لمدة أربع سنين نفست فيها معاهد كل ده مهندس مدني يعني ما ليش علاقة بالعربيات خالص يعني نفست في خلال الأربع سنين دي معاهد ومستشفيات ومطاعم ومشروعات متعددة بعد الأربع سنين بقى قررت أن أنا هعمل كارير شيفت أوكي عايز أقولك في الأول أنا مكنتش عارف يعني أنا هشتغل إيه في العربيات بس يعني أنا كنت حسس أن أنا ممكن أقدم في المجال ده حاجة مميزة وأن أنا أوصل فيه الحاجة كويسة أخذت كرار الكارير شيفت فكرت في الأول طب أنا ممكن أشتغل إيه في العربيات قلت طب ما يعني مهندس أفتح مركز سيانة وأتعلم عربيات كويس وأبقى راجل بقى مهندس خطير بقى بيفهم في العربيات ويسلح عربيات وكده طبعاً الموضوع ما كانش سهل خالص عدت سنتين كل ما أنا بعمله أنا بتعلم عربيات بس أخذت كورسات بس أنت كنت حابب الموضوع ده من الأول أنا حبيت الموضوع أول ما دخلت فيه يعني قبل ما أعمل الكارير شيفت أنا كان عادي كنت الحمد لله مميز جداً في شغلي وكنت شاطر في شغلي بعد الكارير شيفت اكتشافت لأن المجال ده الحمد لله أنا أحبه أكتر وأقدر أن أتميز فيه أكتر وأقدر أن أعمل فيه حاجة كويسة فزي ما قلت لك كرارت أنا كل ما أنا هعمله أنا هتعلم العربيات أنا مش عارف أنا هاوصل إيه هاو عامل إيه بس أنا هتعلم العربيات وهتعلمها كويسة يعني بيبقى فيه مشكلة كده في دماغ أي مهندس إن هو لما بيدخل في أي حاجة لازم يتعلم تفاصيلها ولازم يتعلم هي دي بتشتغل إزاي وبتشتغل ليه والتفاصيل الرخمة كده شوي ده ميكانيكا بقى اه 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 بالضبط أنا أسهل ولا أنا أصعب هي ما فيش أسهل وأصعب فيه أنت شايف نفسك فين أو أنت شايف أنت ممكن تتميز فين كل المجالات يعني مية مية يعني فقعدت سنتين زي ما بقولك كل اللي أنا بعمله إن أنا باخد كورسات بنزل تدريب في توكيلات عربيات في المراكز يا أنا عايز أقولك نزلت تدريب في ورش ميكانيكا اتكحرت سنتين كل اللي أنا بعمله إن أنا بتعلم عربيات بس وسيب شغلك القديم خالص سنتين كاملين من غير من غير أي إنكم أو مصدر داخل خالص فطبعاً لولا دعم والدي والدتي وقفهم جنبي ولولا استحمل مراطي طبعاً للشألة بدي أنا عايز أقولك إحنا يعني شنطة الهدوم كانت جنب الباب في تدريب هنا يلا هنا في كورسي هنا يلا هنا فطبعاً كان الموضوع صعب في خلال ما أنا بتعلم بقى عربيات طول السنتين دول جات في دماغي بقى فكرة طب أنا ليه أنا كل يوم بتعلم معلومة جديدة في العربية طب أنا ليه ما شاركش بقى المعلومة دي مع الناس ممكن أنا أعمل فيديوهات أشرح فيها اللي أنا بتعلمه ده للناس جات فكرة أول فيديو نزلت وقفت في الشارع صورة الفيديو رفعت وفوقت بقى برد فعل صحابي وأهلي وقرايبي وكده إنه لا ده ممتاز كمل ودوسه في الحقيقة ما معرفش ما كانوا بيجملوني ولا هو كان حقيقي كويس بس كملت والحمد لله النتيجة كانت كويسة وبجانب بقى بعد السنتين دول فتحت شركة كده غير سيارات ودلوقتي صناعة المحتوى جنب الشركة بتاعتي موسيقى